نستكمل باقي الأفعال اللي تيجي بعدها الجيرون تيجي بعدها ing الفعل الرقم 21 اللي هو allow allow بمعنى يجيز يبيح يسمح فمثلا they don't allow smoking here they don't allow smoking here نلاحظوا ان في ing بعد allow لكن او باك تركز معاي اذا في مفعول به مثلا they don't allow us تيجي بعدها to بين فعل في التصريف الاول مثلا they allowed us to leave early هنا نلاحظوا ان في object في مفعول به فجاء to بعده في تصريف الاول الفعل الرقم 22 اللي هو permit permit بمعنى يؤتي صلاحية يرخص لي او يسمح بي يجيز بي ولازم هنا نوقف وعطيكم قاعدة في النطق قاعدة جدا مهمة في النطق اللي هي اذا نفس الكلمة تيجي فعل وتيجي بنفس الوقت اسم فهنا قاعدة في تقول تقول انه اذا الكلمة اسم فانت تشدد على المقطع الاول المقطع الاول اذا فعل تشدد على المقطع الثاني سلبا الحين كلمة permit اللي اعطيتكم اياها قبل شوية في منها اسم وفعل الاسم ينطق permit الفعل permit لاحظوا التجديد فين الحين ما عليكم بهذا القاعدة في النطق ذكرون اياها بعدين هذه القاعدة وايضا القاعدة الكلمات اللي postpone, defer, put off, delay ذكرون عليها بعدين قلنا permit يعني يجيز يسمح مثلا they don't permit smoking here لا يسمحون او لا يجيزون الدخين هنا ايضا اذا جاء مفعول به فما رح يكون فيه ing مثلا they don't permit us to smoke here لاحظوا انه ما جاء ing لانه في us طيب الذكي هو اللي تبادل اللي لديهنه هذا السؤال ايش الفرق بين allow و permit باختصار permit more formal practice practice بمعنى يمارس فمثلا she practiced painting she practiced painting يعني مارست فن الرسم واخر فعل معنا اليوم اللي هو risk risk بمعنى يخاطر تجي بمعنى خطر اسم او يخاطر فعل فمثلا she risks losing her job أو مثلا he risks spending all his money on unnecessary stuff و بس والله كان هذا وقت معاكم و ان شاء الله سفدتو نلاقيكم في المقرات الجاية الى هذاك الحين مع السلامة اشتركوا في القناة 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 من ضمنها قرأت 4 صفحات من كتاب جهزت لدرس اليوم استمعت البودكاست حلقتين والحين بجهز لدرس بكرة وبسوي اشياء كثيرة في خلال الساعة اوه الدرس جاهز لكن ما علي نفسه حين نزله يمكن في الليل او في العصر والحين توني صاحي من النوم مدهي ملخبط اهلين اي واحد حاب يشرب قهوة وعنده القولون ومو قادر يجرب اللاتين اللاتين جررتو وكثير من اصحاب يجربوه والحمد الله ما صرنا شيء في العافية